تهى الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية حيث وصل إلى 600 ريال مقابل الدولار الواحد انهيار قابلته زيادة جنونية في الأسعار خصوصا أسعار الوقود والمواد المستوردة كل ذلك قابله رد فعل مريب لا يرقى إلى مستوى التدعيات الاقتصادية في بلد باتت السوق السوداء هي المهيمن على وضع البلاد وسط غياب شبه محسوم للبنك المركزي اليمني الذي أخفق في وقف هذا الانهيار الانقلاب هو أبو الكوارث كما يقال لكن إلى جانب ذلك فالاتهامات طالت الجميع حكومة وتحالفا فالحكومة تتهم بفشلها في التعامل مع الملف الاقتصادي ولجوئها إلى اتخاذ حلول آنية وترقيعية دون البحث عن معالجات اقتصادية تنعش الوضع الاقتصادي المتدهور فيما تهم التحالف بالحيلولة دون تصدير الوقود ما ثاقم مأساة اليمنيين وحال دون استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد السعودية أيضا مرست سنوكا متضاربا مع الملف اليمني فبالحديث عن الدعم السعودي للاقتصاد تقول المؤشرات إن أبرز أسباب انهيار العملة الوطنية هي القرارات السعودية التي صدرت بحق المغترب إذ كانت حوالة المغتربين تشكل أحد أهم روافد العملة الصعبة خصوصا عقب توقيف تصدير النفط إنهيار الأوضاع كان قد دفع الشرعية إلى السحب من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في محاولة للحد من تأمين العملة الصعبة غير أن ذلك لم يؤدي إلا إلى تداهور العملة الوطنية وسط تحذيرات من انكشاف الغطاء النقدي إنهيار العملة هي الحرب الأشرس على اليمنيين وتوشك على إلقاء من تبقى منهم في أتون المجاعة مطالبات اقتصادية لشرعية بإعادة استئناف تصدير النفط والغاز وبحسب التقديرات فإن 70% من دخل البلد من العملة الصعبة كان يأتي من مبيعات المشتقات النفطية وهو الحل الأقرب الآن لوقف نزيف العملة ناهيك عن فتح الموانئ والمنافذ وتفعيل الأجهزة الرقابية وتحصيل الضرائب وضع سياسة نقدية إجراءات ربما من شأنها إيقاف التدهور النقدي في البلاد